حيث كنتون اتنين بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده تكلموني شو عن امام عشور سوبر امام عشور سوبر سوبر مبارات السوبر و سوبر المبارات الثانية على التوالي هو افضل لعيبي النادي الاهلي ما انا في دماتش اوفيشلي يعني رسميا مش بس كرأينا او رأي الجماهير رسميا سواء في كاس عامل عنده مبارات الثلاثة و ربعة امام قروا و النهاردة ما يعاب على امام عشور والمفاجأ و ليه امام عشور سوبر بالنسبة لي يعاب ما يعاب احيانا على امام عشور عشان كده ده مفاجأة بالنسبة لي المرضود الجزء البدن عشور انه بعد دقيقة 65-70 انا اقول بتبطري تقل فتعالا نشوفه عامل ايه النهاردة لحد نهاية المباراة من بدايتها وعمل ايه في مباراة قروة بنفس الشكل بنفس طرق الضغط بنفس الادوار اللي الراجل بتطوى منه دي ارقام امام عشور نهاردة سام في الاهداف عدد محاولات امام عشور عشان كده اقولت سوبر امام عشور عدد محاولات امام عشور كل المهام المنوب بيالعيب وسط الملعب ستة تمانية اي حد بيلعب وسط الملعب هو طالع فيها الافضل في هذه المباراة تعال روح بقى للحالات عشان الوقت فامام عشور بالنسبة لها كريم مش النهاردة ولا نبارا المفاجأة النقطة اللي اترك عليه انه قادر يعمل بدن الحدي 92 في كورة الهدف اللي انجيلها بعد شوية فلما نبتري انت شوف امام عشور هو ليه امام عشور بما بين قسين هو الورقة الاهم والورقة الاكثر الاكثر فعالية في تشكيل مارس الكولر تعال وريك بص هنا امام عشور والتوقع او الكريم الكورة امام عشور رايح فين رايح على الطرف دايما بيطلع من عمق للطرف وركز معي عشان كل اللي جاي هيبقى كده حل توقع قطع راح على الطرف بسرعة وراح حطت الكورة بالعرض بدقة يمكن ما كانش موفق فيها كريم فهد لو في لقتة برضو عايز تغلق عليها واحنا ماشيين نعلق معنا تمام تمام بص هنا عملية الضغط عملية الضغط امام موجود فين امام موجود في عمق الملعب عشان يعمل عملية الضغط طول الوقت الحل بتاعك في وسط الملعب هو امام عشور بص بص بتاع بلاي ميكر مش بص بتاع لعيب مركز ستة وتمانية الناس كلها مستنائنا الرجل هيفتح وهيكمل على عدلة الكورة لا حطها بمنتهى السرعة وقف هنا بمنتهى السرعة وتحضير القرار بتاع لعيب مركز عشرة بتاع البلاي ميكر بص انا كريم وحنا عاديم برفرج على الماتش اوف اير قلتلك بص اللعبي اللي واقف ناك ده انا كنتش شافه مي قبل واقفه قابل الوقترة تتلعب اوف اير والماتش هشغال فلما الكادر فتح لقيته امام عشور واتحطت جملة حلوة او امام عشور قلتتلي ميلي واقفه ناك ده اampa غريب رغم ان الكادر هنا انا جاي بالكادر لها تحديدا ده اللي احنا شفناه يا كريم. الكادر لها تحديدا قلتلك اللعب لها تكليف. الا بجملة. فتتحط. فالرجل كمان انا بالنسبة لي اوه ما تسجلتش. لكن كنترول هو بيسدد. كمل بقى اللعبة. وهي بتتعلق للرجل وداخل انه كاتم الكرة وقافل الكرة ده تكنيك. تكنيك لعيب مش بالصدفة كمت. كمت. بص الرجل على اهاله معلول طبعا هو وقف مكان لوحده خالص. بص التكنيك بتعافلة الكرة صعب جدا. انا عاوز عالق على حاجة في الكرة دي. لو نرجع للفريم في الكورنر بتلاقي بعد ازا جمال طبعا. بص بقى يا كريم. نرجع واحدة شوية بسيطة خاصة. بص علي معلول هيشاور بيدي يقول لحد تعالى. هقولك مين اللي بيقوله تعالى. كمل بص علي معلول بيقول لحد تعالى. بص ايده هنا. نكمل. لا ماشي. نكمل. هيشاور لحد هيقوله تعالى. هو طيبا في اخر الفريم خالص بيشاور لحد يقوله تعالى. هو قصة كلها الكريم. هو كورنر بقى محفوظ على طول النادي الاهلي بعد انضمام امام عشور. اهو بيقوله تعالى. عارف يقوله تعالى ليه? افتح الفريم بقى. نكمل الفريم. نفتح الفريم. بس. وقف بقى هنا لحظة. وقف بقى هنا لحظة. كمل بقى كمل 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 لحظة. اول ما الفريم يفتح. اول ما الفريم يفتح. بقى كمان. بص بقى هو بيعمل ايه? هو يقول لي محمد هاني تعالي. عارف يقول لي محمد هاني تعالى لي؟ عشاني اسحب. عشان الراجل اللي ما عادة اسحبه فيبقى فيه ارياحية عند امام عشوره الكرة جهلي ولا حدوتها بوش رجله. يعني اول ما سحب محمد اول ما بيقول لي محمد هاني تعالى محمد هاني خطخط وتون فالرجل ساب المساحة الامام عشور في الكرة من تمال중에 الباله وقام الراجل حدوتها is ممتاز، نگكمل على الحالة اللي عليها يا حبيبو. كمل الحالة اللي بعدها عليه على طول؟ فهنا بالنسبة لي التصويب نفسها التكنيك اي العيد تاني ممكن مش امام عشور هتلاقى في المدرجات هتلاقى بتسلم عليك في الساعة على طول كم اللي بعده ده اللي انا بقول لك عليك الكرة صعبة التكنيك ومن بعيد هي لو خدمته سنة وراحت في زوجون ويبقى يقول ان شكله حلوة قوي يعني بص التكنيك كريم قفلت الكرة قفلت الكرة صعبة جدا لان راجل مش مرتكز الكرة مش وخدها هو اخدها فرستايم من قبل ما تنزل على الارض صعبة جدا جدا وجدا ان هو عمل عليك كنترول راحك كده هي لو خدمته سنة صغيرة وراحت في زوجون بص انا كريم وقفن 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 ايه رجع من شوية قلتلك ايه انت لو بتقيم ايه لعيب انه سوبر ولا مش سوبر هل بيعمل كل مهم بهذه الايجادة ولا لا انفراد في الشغط الاول اللي تاهم من كرة مزنوقة جدا هنا بيحط انفراد لكريم فؤادي ممكن ما تعملش معه بشوكل جيد بعد شوية هتلاقيه على الطرف بعد شوية هتلاقيه ايه هو الاكثر استخلاصا بتكلم عليك بيعمل كل حاجة هنجري بقى عشان الوقت كمل يلا اللي بعد يلا يلا خلاص روح للحلقة اللي بعدها على طول دي كورة كريم فؤاد بص هنا كريم ماشي ماشي عشان دي نقطة بالنسبالي لقطة من ابرز اللقطات في المباراة بص بص امام عشور مش هو اللي فقد الكورة الكورة مش مقطوعة منه هو بص امام عشور راجع فين راجع سنتر باك راجع سنتر باك انا هنا مش قضيتي بس القطعة ولا اعتراض الكورة انا قضيتي كريم انه هنا الكورة لما رجع معاها البدني البدني بتاع لعيب لاعب 3 مباريات 270 دقيقة في اعلى مستوى التنافسي بالنسبة للاندية في العالم وبييجي يلعب مباراة سوبر يبقى البدني بتاعه عامل كده تحية طبعا للمعد البدني وتحية لللاعب نفسه ودي في دي ستين بعد ستين دي ايه بعد ستين دي ايه جري ومتنوا 70 دقيقة في 3 مطشاط في 10 ايام الرجل في البدني بتاعه عامل كده طب دي في دي ايه كم حاجة وستين طب روح يلو اه روح للبعدية على طول خلاص الحلقة دي احنا عندناها روح للحلقة اللي بعدية على طول يلا هنا انت بتتكلم على بص الزيادة دايما اول اختيار عند امام يا كريم مش بس تحت الكور بص يا كريم هنا الرجل بيتشد بركز معاهم عليش ارجع اللي فاتت ثانية ارجع اللي فاتت ثانية بص يا كريم بص يا كريم الشدة موقعش في القرى اللي قبلها في الالتحام البدني بنسموه او الصراعات الصناعية على الارض موقعش اخر واحدة في الهدف برضو موقعش كمل كمل بقى على عدلتها على صناعيتها عادي كمل دخل ما عندوش حلول ونطلع بره رح داخل وعمل 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 التصويب كمل حالة بعدية على طول نفس القصة الراجل مكمل جوة 18 زون فورتين عشان يحط الكرة عالية يتمينه شوية لكن موجود في مكان الخطور اللي بعده اعتقد كرة الهدف بعدية على طول كمل كمل فريم اللي بعده على طول بص يا كريم دايما عشان كده الراجل قال في المؤتمر دي تعليمات انه يتواجد في مركز الجناح دي تعليمات الراجل دي في الدياقة يا يا كريم بقى 92-93 الراجل دخلت زق هو لو وقع فاول عشان ربنا يكافؤوا في النهاية بالكرة دي علشان في الاخر يحطوا يبقى وش ساعد عليهم ويمكن عشان الوقت بقى كمان كان في بعض الحالات من مباراة قروة نفس التكنيك ونفس القصة اللي بيعملها النهار محمود عزيز مرايك برضو عن امام عشور امام عشور وصل النادي الاهلي يعني انا من الوقت راجل وصل النادي الاهلي خلاص اداءه النهاردة كان شبيه جدا للأداء القوي اللي بيعملوا مع نادي الزمالك كنا بنشوف امام عشور منز نمام النادي الاهلي على طول يا كريم في الشوت التاني بتلاقيه ماسك رجبته ومش قادر مديها 65-70 ودايما اداء امام عشور في الشوت الاول بمختلف جدا عن الشوت التاني حالات اللي جيمي جايبها تقريبا كنت انا اللي جايبها فهو انا شايف ان امام عشور عمل مباراة رائعة هو من الناحية الهجومية هو بيقدر يدي الراجل حلول كتيرة جدا 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 يعني هو في حالة زيادة كنت انا جايبها على جيمي الكرة اللي لعبها في النص ما بين لبيرسي تاو هو عنده كرياتيفتي يعرف في قطع الكرة كويس قوي يعرف في شوت كويس قوي سلاحة التزديد ده كريم مهم جدا شهد ستة تزديدات النهاردة ده رقم كبير جدا جدا تلاتة من بره منطقة الجزاء وتلاتة من جوه منطقة الجزاء عنده كرياتيفتي في ان هو يقدر يعمل كيباس عنده ابتكار عنده ابتكار وعنده حاجات كتيرة جدا يعني ممكن الكرة تبقى اه بالزبطية دي الكرة بص النادي الاقلي هنا لما قطع الكرة هتوصل لعمر السلاء انا عاوزك تبص على امام عشور يا كريم هو بص اول ما الكرة هتجيله هنا اول ما تبص يا كريم هنا اي طريق بص بقى يعمل ايه بص يعمل ايه كرة كانت حقل وجب ده الجهد فهو صنع علعاب تلاقي نص ملعب تلاقي جناح تلاقي مؤفر والتلاقي كل المقاومات تقدر تقول بقت موجودة عند امام عشور ليه بقولك بقى هو وصل النادي الاقلي النهاردة شخطر حاجة واحدة بس البدني بتاعه الكرة الاستعراضها جمال لما الكرة تقطعت منه وهو نعمل الرام دي كلها والجارية دي كلها عشان يقدر يجيب الكرة دي مش حاجة سهلة خالص على ايه لعيب لاعب زي ما قلنا يا كريم اربع مطشاط في رتمعلي جدا في عشر تيام